اشتركوا في القناة طبعا اكيد الدجاج راح يتبل بالتتبيل الحلوة وبعدين يتخلى وين يتخلى بقالب يكون يعني ممكن استخدم البايركس تمام لكن احسن يكون عندك الفخار اللي هو طبعا اكيد تطمخ به الطاجن طبعا الان مشاهدين راح يكون فيها من ضمن المقادير بصل بعدنوز زيتون ليمون حامض حامض ايضا راح يكون في عندك هنا استخدام شوية من البهارات واني ضايف على حسب الرغبة استخدام الزعفران المقادر راح اظهر اكيد على الشاشة راح يكون في المقادرات الدجاج بالزيتون اللي راح يكون في الادميل اكيد من دجاج مقطعا تقريباlos 8 قطع الى 6 قطع الى 8 قطع راح يكون في عندك البصل والزيتون والليمون والليمون الحامض بالاضافة لأيضا راح يكون في عندك البهارات ومثل ما قلت انو اضافة الزعفران هي اختيارية وحسب الرغبة اللي بعده راح يكون في عندي الشجر اليوم راح تقول خلدنوا شانوصتك ويا الشجر يا اخي الشجر مفيد جدا للصحة للعلم انه يعتبر من الخضروات اللي تكون مكافحة للأكسيدة اللي تكون موجودة اكيد بالجسم وايضا انه يخفض من المستوى الكولسترول وايضا انه يكافح الكنسر اليوم رح يصرف عندك حميسة هذه الحميسة عبارة عن شجر احمسة بزيت الزيتون اخليلة شبنت اخليلة معدنوس ثون طبعا وبالاضافة لايضا رح يكون في عندك الجوز اكيد المقادر ايضا رح تظهر على الشاشة لكن قبل كل شي انا رح اشوفكم شلون نقدر نسوي شجر مع الجوز بطعم ونكا كلش طيبة اللبن ما يتخلى دايركت شوية اشيلة من على النار بعد ما احمسة يلا اغلفة باللبن كلش طيبة كلش طيبة هذي او هذا النوع من المقبلات الساخنة ندركها ونجي قبل على الطاجن لهذا اليوم ومثل ما قلت الشون رح اطبخها بطريقة جديدة اول شغلة هنا اللي رح اصوي رح اصوي صوس هذا الصوس رح يكون متكون من دهن طاجن دهن مو خطفة اولى زيت ولا خطفة ثانية زيت الزيتون رح يكون في عندك استخدام الدهن رح اصوي الصلصة رح يكون في عندك ايضا احمس كل من الدجاج واسوي الصوس بالكامل بعد ما اسوي الصلصة بالكامل هنا انا يلا بعدين انه اخليها بالطاجن وممكن انه اتركها على النار اذا كان عندي الطباخ اذا كان عندي الطباخ يعني الطباخ يكون اكو اكو طاوات تكون خاصة مثلا هذه الطاوة خاصة لهذا الطباخ الكهربائي لكن اذا اعتكم الغاز عادي طاجني ممكن انه نخليه على النار وبعد ما نخليه على النار نطبخه لكن انا رح اطبخه اليوم بالفرن يعني رح اشوي بالفرن المقادير رح تكون جدا سهلة وبسيطة بالبداية رح اسوي الصوس حتى اركز شوية على هذي الطبخة اول شغلة اسوي عيني خاشوقة واحدة بس دهن حتى اسوي الصلصة اللي بعدها رح يكون عندك اضافة نكه مهمة جدا مهمة جدا هذه النكه عندك الدجاج رح اضيفه بدون اي شي دجاج اردي هو بيدهن فراح اخذ قطع الدجاج هذه ما اتب بالهم ما اباهرهم اضيفهم مثل ما همه اضيفهم بهذا الشكل على النار بعد ما اغسله كل الزين الدجاج تمام واجيب هذول عيني بعد ما خليت الدجاج هنا بدون اي شي الدجاج بالعادة انا ما اضيف الدجاج بدون اي شي مستحيل مصحيح اليوم لا اليوم اذن ما اقيت الطريقة رح تكون مختلفة هنانا تعال شوف هنانا ش صار عندي هنانا صار الدهن حار اخلي بصل بدحب بحبتين اثنين بصل راح اجيب الزيتون واخلي الزيتون راح اجيب معدنوس واخلي المعدنوس هنا اللي راح اصوي شنو هس راح احمسهم مع بعض من بعض ذول اش بلشت انا اول شي بلشت بالخضروات اللي تكون بالدهن هذا الموضوع مهم جدا ركزوني شوية بهذا الطبخة هذا الطبخة حلوة بعد ما انو اوزع الدجاج الله اقلبوهم شوية لا استهلا باع اللون الحلو اللي صار هنا نص النار عليها بس اقلبها راح انص النار عليها مدى اطبخها هنا بالطاوة بعد شوية اتركها بعدين اقلل النار عليها عندي نانا زيتون ودهن وعندي مكونات جدا بسيطة انو هذي المكونات هي مثل مذكارة راح تكون مهمة جدا هس اش راح اساوي راح نص النار عليه ورا ما اشوف ان الدجاج صارت عندك بهذا الشكل مو كل شوية مو كل شوية مستوية صارت عندك بهذا الشكل هس راح اساوي هنا راح اجيب الحميسة مالت الزيتون والبصل اخليهم وين خليهم على الدجاج انا منص النار هنا راح ارجعنا مرة ثانا شظيف ممكن شوية الدهن شوية مو كل شوية ثوم يسال نحمس شوية الثوم راح اجيب زعفران واخليهم مع الثوم بهذا الشكل الله على الريح الله الله على الريح حامض نانا راح اضيف البهارات فلفل اسود كزبرة زنجبيل عرق حار مهم بالمطبق المغربي هذه البهارات وايضا الكركم شوفوا هاي البهارات مهمة جدا بالمطبخ المغربي بعد هنا راح ابلش اخفف هذه المكونات مع بعض البعض بهذه الطريقة هذه شوفوا هنا هذا الصوس هذا الصوس من السلصات المهمة جدا بهذه الطبقة هم نصي النار عليه نرجع هنا راح اقلب الدجاج هذا زعفران عيني الزعفران غالي الزعفران غالي هاي خليت الزعفران حتى نشتغلها شغل مغربة صحيح اذا كان متوفر عدتكم الزعفران ممكن تخلوون زعفران واذا ما موجود الزعفران ترى الكركم يكفي ويفي يطيكم اللون يطيكم النكا يطيكم طعم شي طبيعي مو مثل ما انا نسويها بالزعفران بالزعفران تخبل بس قلت يعني خاف يعني ما تلاحقون تروحون للسوك تشترون الزعفران بعدها انا شراح اسوي راح اجي اتشيك الموضوع احنان موقت نه نصينا النار عليها تقريبا نطف النار عليها راح ابلش اوزع الدجاج بهذا الشكل بهذا الشكل يا برنس زيتونك على حبش كلاتك على امورك اللطيفة بعدين شا سوي هنا بعد ما يكون عندك الصوس جاهز اخلي الصالصة بهذا الشكل دلح ها فول الدلح فول الدلح راح اضيف شوية ماي هاي المونة المونة مهمة ها المونة جدا مهمة نضيف هنا شوية الملح ما اضيف على هذا الملح اضيف هنا الملح ايضا مثل ما ذكار الغليان راح يكون مهم جدا نعلي النار عليها ان انا شو راح ابلش اخلط راح ابلش اخلط التجاج بعد ما خليت الصوس الاخير اللي هو صوس الزعفران مع الزيتون طبعا انا اجب الزيتون شراح ممكن استخدم الزيتون الكامل ممكن يكون عندك الزيتون الزيتون هذا الاخضر خرافي باع الريح عيني باع الريح احد يخلدون بعد ما يغلل الماء هنا راح اضيف لها شوية الماء وارجع مرة ثانية اتبلهم بهال التثبي له هذه احلى طاج ممكن تسووه ويا السلام سلم علي بالطعام بالنكهة فول لذيذ فول لذيذ بعد ما اضفت هذه المكونات كلها مع بعض البعض استشراح لذيذ اغلف هم شنو عندي هنا عندي الطاوة هنا عندي ليمون حامض انا صراحة الليمون الحامض احب انه اقطع شرائح اضيف مع الدجاج يعني 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 شلون احب 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 ليمون يحول مر وا احب ليمون لا اللي تكون القشرة ناعمة هذا ممكن تشتغلوه بالطبخ اللي تكون القشرة ما تخشنة لا تخلو لي الطبخ لانه راح يطيكم مرارة بس اشيل البذور وابلش اقلي ليمون تخلدون تقلي ليمون يا الهي بس تحيل بس تحيل غير الطبخ اليوم راح تكون خرافية تخبل غير تجنن اليوم الطبخ هاي بيها شوية ناخذ ناخذ عدنا راح اقلي هم بالدهن اخر حبة للي تحب راح اقلي شوية بدهن ورا اش راح اساوي انا حج مرة ثانية اقلب هم مع بعض من بعض شوفوا الدجاج شون التبل التبل بمي الزعفران وبهذه النكهات وايضا بال اللي يكون عندك بالملح اللي خليته ورا يكون عندك جاهز جاهز يعيني جاهز جاهز اغاتي وابلش اصفت الدجاج بهذا الشكل الله الله على الريحة الله على الريحة يا اخي المطبخ المغربي حلو حلو ايضا بنكهات بطبخات بعدين عيني اجي اخلي الصوس بهذا الشكل واوزع الزيتون على كل هذه النكهات مع بعض البعض دلحة 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 اجيب هنا الليمون الحامض الحار الشايط ويروح قبل عيني فرن درجة الحرارة سيكون تقريبا 185 الوقت سيكون تقريبا 30 دقيقة صدقني اطيب طاجن مغربي لطيف في اي بي هذا في اي بي بالطعام بالنكهة بالتكنيك الطبخ شفتوا تكنيك الطبخ شلون خطوة خطوة تطلع لك خرافية بهذا الشكل لوحة فنية جميلة جدا والريحة يا السلام يا السلام حتى تكون مطمئن اكثر امكن انا خليت ملح شوية قليل وملح عيني ملح وبعدين باي باي بالفرن درجة حالات الفرن سيكون تقريبا 185 الوقت سيكون 30 دقيقة اروع طاجن ممكن تاكلو سيكون خلدو يمدح بالاكل المات اخي شفتوا شفت الخطوات دلال دلأته على كيف نان على كيف نان الدجاجة مثل ما هي بدون اي شي هنا تتخلى على النار يتخلى لها الصوس يتخلى لها العبش كالات اخر شي تدلع بالليمون الحامض ونقولها باي باي ارجع وانقول نصيح مهم جدا عن الليمون الحامض اللي ممكن يستخدم بالطبخ واللي ما ممكن يستخدم بالطبخ مرات تقول انا خليت ليمون هنا الاكل ما صار بها مرارة اول خطوة اول شي هو انا بالعادة اعطيكم نصيحة وحدة بالحلقة لكن اليوم احب اعطيكم نصيحة ثانية يعني اعطيكم هاي النصيحة اعطيكم وياه وبالاخير اعطيكم نصيحة لكن بالبداية هنا انه تختار الليمون الحامض اللي هو يكون القشر مات ناعم هذا خاص بالطبخ لا تخاف انه خلته مع الاكل لكن خشن لا يطيق مرارة ثانيا دائما النوة اللي هي ممكن مسببة للمرارة اثنين القشر الناعم بينه وبين الليمون الحامض طبقة رقيقة جدا هذي هم ما تكون كل شمر لكن بالخشن بينه وبين الليمون الحامض طبقة كل خشنة تمام هذه ايضا تسبب المرارة فتكون في عندي سلطة هنا اللي هي سلطة الشجر سلطة الشجر اليوم رح نسوي بها طريقة حلوة رح تقول لي سلطة الشجر رح رح قل لك يا اخي هذا النوع من الخضروات مهم جدا انا رح فعل بكل حلقات يعني بين حلقة وحلقة بين كل حلقات ممكن يكون موجود عدة الشجر الشجر مهم جدا للصحة للسكر للضغط اللي عنده مشاكل عنده تحسس بالقصرات الهوائية اللي عنده ايضا مشكلة بالوزن الزائد يعني هذا مهم جدا يلا شو رح انطبخ اليوم رح انطبخ بطريقة حلوة بما انه اني استغلت كل الطاوات اللي عندي فرح اجيب جدرية صغيرة رح اخلي بها خطفة اولى من زيت الزيتون والمقادير اللي ما كتبناها واللي ما كتبها نعيدها مرة ثانية نعيدها بيها شجر حبة الى حبتين ثان بيها لبن بيها شبنت بيها معدنوس بيها جوز بيها ثوم بيها فلفل اسود وحلوين ومأزعزين الطريقة لعمل هذا النوع من المقبلات الساخنة اللي اسميها المقبلات الساخنة بسيط كلش يعني مو صعبة ابدا مو صعبة انا اريد طعم ونكهة الشجر تكون طاغية بهذه الاكلة فراح تكون العملية بسيطة جدا اول شغلة هنا درجة حرارة معتدلة لطيفة ابلش بيها يلا ونبلش هنا الشجر راح اسوي لشغلة مثل ما قلت قبل ما اضيف على النار ما اضيف ديركت خطفة اولى من زيت الزيتون راح اجيب الشجر اخلي بهذا الشكل شجر مبروش مو لهان مبروش لا شجر مبروش احخلي لزيت الزيتون خطفة اولى زيت الزيتون خطفة ثانية مريدة راح يكوف عندك اضافة الها نعناع راح اخلي الشبنت وراح اخلي شوية ثوم راح اخلي فلفل اسود اخلي اخلي مرة ثانية اضيف زيت الزيتون اخلي هنا الجوز جوز شوف شون دعطيكم تركيبة حلوة جوز والشجار وشوية وشوية شبنت مخلطين كلهم مع بعض وبعض راح اخلي هسه هذه المكونات كلهم مع بعض البعض راح احمس سوية طريقة ممكن اخلط اللبن مع الثوم مع الشبنت مع النعناء واخلي كصوص على صفحة لا اخلي اخلي كلهم مع بعض بعض لان الحمسم مات الثوم و المكونات هذه طعم كل طيب لذلك اشتغل على هذا الموضوع ارجع اخلي مرة ثانية زيت الزيتون و ارجع طبخ للشجر شجر مع الجوز يلوز انت يلوز شجر وجوز يلوز وراه راح اخلط المكونات كلها مع بعض البعض راح اترك على النار لمدة تشقد خلدون خمس دقائق اطبخ للشجر بعد الخمس دقائق اترك شوية يبرد بعد ما اترك شوية يبرد اخلي للملح و اخلي لبن و اقدم بطريقة كلش حلوة طبعا اكيد اعدي طبق حلويات لهذا اليوم لكن قبل الفاصل وراتعين مع الف عافية اكيد رجالنا مشاهدين بعد ما اخذنا فاصل قبل فاصل سونا الشجر لهذا اليوم ومثما قلت من حاز مع الشجر صراحة طبعا موجود بالفرن دين خبز بالطريقة الصحية اخذ خبز هو خبز نعم دين خبز ما طول داخل الفرن دين خبز بالهداوة شنو عندي عندي السحلب السحلب الى طول اكثر من الطريقة يعني السحلب اليوم سيساوي بطريقة حلوة وبسيطة جدا مفيد خاصة في تغيير الجو بلش الجو يتغير فيعتبر من الوصفات المهمة جدا اللي ممكن الدفينة اثنيا مفيد جدا ايضا للصحة اليوم انا حبيت اتسوي بطريقة سريعة جدا حلوة وبسيطة اول شغلة بي انه دائما الحلو بي يكون عندك اضافة مثلا النشا مع السكر حلوة الدنيا سكر مع هاذا تريدو كلش فد مر صحي عيني خلوكم السكر الصحي تمام دائما يكون الحليب بارد مع الاشياء اللي هي عندك مثلا طحين عندك عندك مثلا النشا عندك هذان الاشكالات ها لازم ضروري جدا يكون شنو يكون السائل بارد عندك نشا عندك طحين عفوا عندك نشا عندك اي شي يكون صلب لازم يتخفف بمي اليوم دق نصاح اليوم قاش يريدون هذا شنو عيني لكن قبل هنا مي بارد بحليب بارد ممكن يتخفف المهم بايشي بارد سيفين اوب ممكن شراب شعير عصائر السحلب ممكن ايضا نساوب عصائر ممكن بنكهة البرتقال بنكهة الفانيلا عندك بعد شنو بنكهة اخرى اليوم انا عندك بالوقت شوكولات البيضة عندك ممكن بالخوخ بالتوت بالكرز عصير بارد وتخلي ايهم رح اجيب هذا حبوب مستك مطحونين مع بعض بعض رح اخليهم باتخلي انه هواية حبوب مستك تطي مرارة كمية مات الهواية تطي مرارة المقادير مالتها ظهرت اثمنى تكون على الشاشة موجودة تكتبوها على راحتكم تتخفف كل نخليها على النار الجد رح تركها على النار خمس دقايق بس وراه ينصب السحلب زيان والحلو بيها انه رح اخلي لها هذي هذي تخبل هذي السحلب عيني تطلع الى خرافية خرافي 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 واخلي القرنش فاصل عندك فول خرافي الكمية حلوة زينة ها اخذ هذي الكمية بسم الله خلي على السحلب وذوبي عيني ذوبي خمس دقايق بس خمس دقايق وراه رح تستمتعون اليوم بأطيب سحلب ممكن تاكلوه و الف و خمس و خمس و عافية بعد هذا النوع من الاكلات مشاهدين اللي احب رح يكون عندي فاصل الاخير وراجعين مع عافية اكيد رجانا مشاهدين بعد ما اخذ نفاص رح يكون عندي نصيح لهذا اليوم عن الزيتون يعني اليوم الزيتون شون اقدر حافظ علي وما يقضن طريقة بسيطة جدا عندي نانا خال ملح زيت الزيتون جيبهم تعال شوف مك الطريقة اول شغلة نانا النصيح طبعا مع تكون محكمة الغلق محكمة الغلق شاو سوينانا عيني ابلش اخلي الزيتون فوق غصنك الزيتون طبعا هذا دائما يقطن عدكم فاحسن ما يقطن شو سوون سوون هذه الطريقة خليت ثاني كمية من الزيتون اجيب شوية ملح اخلي ارجع اجيب زيتون تشوفون انه اكثر شي داشتغل عليه هو الملح الملح مهم في حفظ اللحوم في حفظ الخضروات حتى الخضروات ارجع مرة ثانية اخلي ملح بعد ما خليت الملح راح اجيب اي نوع خل عدنا بالبيت جيب تاني خل تفاح بعد ما خليت خل التفاح اجيب زيت الزيتون خطفة اولى من زيت الزيتون بعد ما خليت زيت الزيتون اغلق كل الزين شوفوا شون صار اهن هنا بعد راح يكون تمام ما راح يكون من صلاحية اشغال متري تبقي واهم من او الاهم من هذا كله انه ما يقطن ما راح يقطن عندكم ما راح يصير عدد قطن وشوفوا هنا غركت زيت 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 وملح وايضا خل ونجي على الطاجن لهذا اليوم كانت الطبخ الاولى لهذا اليوم قبل هنا كانت في عدي السلطة السلطة افور راح اقلي لها شوية من اللبن وان خليت على الشجر اقلب بهذا الشكل شجر يعيني جوز ثوم شبنت معدنوس اتخبل هذه السلطة هذه قلت لكم عليها اتخبل بعدها راح اجيبها واخلي اغرق المل شوف هنا كل شوية راح تحبوها صحية وتخبل هذه بعد ما اضيف بهذا الشكل وزعني عين وزعني شوف لي هذه السلطة شوف لي هذه السلطة الخرافية السهلة والبسيطة قرنشوها ناخذ شوية من المعدنوس واخذ شوية الطماطئ خلي هنا نانا يأ سلم سلم نجي على الطاجن الطاجن ايضا كان من الاطباق البسيطة بسم الله بالليمون والزيتون طبعا اكيد باع الصوس مالته باع الصلصة هنا شون صارت طبعا اكيد المقادير البسيطة اللي عمل الطاجن هنا لا تشيلوا نهم للليمون شراع الليمون هذه لا تشيلوا لهم لانه راح تبقى طعام خرافي ما بكو مرارة نجيب الفخذ هذا شوف شون قسب الفخذ خلي هنا شوي واحد هاي دجاجة كاملة قطعتها خوش تقطيعها صارت عندك بهذا الشكل الطاجن شو تخلي له تخلي الليمون والزيتون شوف الزيتون شون نشو عليا صارت عندك خرافية بهذا الشكل بعد ما يكون عندك بهذا الشكل شو سول خاصة الطبخ لا طبعا سأجي أبلش أخذ هذا الصوص قلت لكم عليا اللي هو الصلصة بها الزعفران بها الحبش كلات وأخلي شو من الصوص عليا و الف و خمسمية وخمسين عافية نجي على السحلب السحلب بشهر العاشر بارد لا طبعا شو سوي بارد سأجيب ثلج سأجيب لدينا سأجيب السحلب ردم السحلب سحلب سأجيب سأضيف شوكولان وأجيب الآيس السحلب يا السلام شوف 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 لا هذا كلام حقيقي هذا كلام حقيقي جميل جدا تمام جيجي نخلي لها شوية الدارسين وشن عيني هذا آيس سحلب و 1550 عافية هذا الأطباق اللي قدرت أقدمها لكم وحبة المشاهدين أتمنى عجبتكم شوفكم إن شاء الله على خير بأكلات طبخات جديدة مني أنا شيف خلدون من ألف عافية رأقولكم باي باي اشتركوا في القناة